السلام بحضراتكم مرء أخرى زي ما قلت لحضراتكم وزي ما بقى أكرر دائماً هذه المباراة التعادل السلبي هو نتيجة خادعة في كرة القدم بشكل عام فما بالك أن أنت تكون بتلعب فريق النادي الأهلي أفضل؟ آه طبعاً من الناحية الفنية النادي الأهلي أفضل ولكن صدقوني أحضروا هذه المباراة الكل يجب عليها الحضر من المباراة القادمة يا مجمع إن شاء الله عشان نتطمن أكتر ونعرف برضو رسائل من نجم كبير ياما لعب مباراة مثل هذه المباراة نجم الكبير كابتن ربيع عسينة كابتن ربيع إزاي حضرتك؟ إسلام إزاي فحيتك أخبار حضرتك يا كابتن كل تمام؟ الحمد لله كله بخير والله بخير الحمد للعامم طيب وحضرتك طيب ودايماً بخير ودايماً منور قناة النادي الأهلي بيتك منور بيك طبعاً وكل الإخوان وإن شاء الله والحبايف طبعاً وإن شاء الله كل خير بإذن الله في القادم لطريبك وربيز النادي الأهلي بإذن الله تعالى إسلام إن شاء الله كابت الربيع عملنا مباراة جايدة في لومباتشي أمام مازينبي مباراة يعني الكل شايف أن هي مباراة تليق باسم النادي الأهلي أولا ثانيا أن أنت أخدت منها اللي أنت عايزه دي وجهت نظر البعض ووجهت نظر حضرتك إيه في هذا الأمر تمام هو ذا كلام مضموط نظر الأهلي بإذن الله طبعا قدراته كبيرة جدا هو اللي يملك الإمكانيات والخبرات اللي يقدر ياخد ديها ويرجع بها في أي وقت نحن كنا تمانا طبعا لإمتيجة إيجابية ومستكيل فيها لكن الحمد لله خدنا اللي إحنا عاوزنا ما دخلش فينا سمضنا كانت في ذل الظروف والنقص العدد بالنسبة لي الناس المصابة طبعا اللي يمهمة جدا والجو الحار الساعة ثلاثة أول مرة من فترة كبيرة جدا من فترة كبيرة جدا أستعمل تشوف الناس يبقى بساعة الثلاثة والضهر برضو الجو يختلف فكل ده بأمر الله تعالى فإحنا خلنا الحمد لله الناس فأل الله خد الناس حاولنا وممكن يسجلوا كنا عربي جدا جدا نتيجة إيجابية شوفنا محدش أسر شوفنا شغل كويس شوفنا الباية كويسة شوفنا إدارة مباراة وتغييرات وتدوير داخل مباراة من الخارج والداخل لحقيقة ومع اللي إحنا بنلعب برضو فريق عنده خبرات فريق كويس عنده قدرات فردية عنده مهارة عنده موهبة فريق يملك جمهور على الملعب فريق يملك نتائج كويسة فلا أنا أشايف إن إحنا في الحمد لأخدنا في الشوت الأول اللي إحنا عاوزينه ببطل الله تعالى إن شاء الله يتعالى في مصر بقى التفخير بإذن الله قبل ما أقول لك قبل ما أسأل حقيقة في مصر ولكن لماذا دائما أنا حتى لما باجأ أسأل حضرتك أو ما كنت بسأل حقيقة قبل كده أو بسأل أي نجمة من نجوم كنت قادرة بقولك دائما نتيجة التعادل السلب دي إسلام خلي بالك نتيجة خادعة أنا الكلمة دي بقولها بقالي يومين ثلاثة ولكن أنا واخدها من الجيل بتاع حضراتكم وجيل قبلوكم يعني دائما النتيجة دي بيتقال عليها أن هي نتيجة خادعة بحقيقة كلامك مصبوط وإحنا طبعا المباراة يعني ما وما إحنا نحن 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 نتمنى إن إحنا نتجروا بالأهداف بالأهداف على أقل إحنا نتيجة سفر سفر مش نتيجة مش سهلة والماتش في مصر مش هيبة سهلة كابتن السلام هيبة صعبة جدا ما فيش كلام وخدها بس إحنا اللي طمينا إن شاء الله أيوة إن عندك إن عندك لعيبة بتاخدوا كل الأسباب عارف يعني إيه تكيز عارف يعني نتيجة خادعة ما بيفرحوش إلا أو يعني بيعرفوا يعني التركيز الفيلم تعالى اللي عندها دائما جدا جدا الإيجابية تطمنك إن شاء الله يا سب منها طبعا التركيز منها إنهم معارفين إن كرة القدم ملاش كبير إنه بيقدروا النادي إنه بيحفظوا على الهيال معارفين كرة القدم ماتش مستحل ده شغل يطمنك ومع برضو إن شاء الله عودة الناس وفي نفس الوقت المدير الفني بقام الله تعالى نستذكر إنه يركز في التشكيل في البداية في البداية مهمة جدا إن الناس مظلوم منها اليوم لازم منها تتعب ماتش لازم نتعب فيه عشان إن شاء الله نفوز به اللي عيبة تركز كويس سوي المدير الفني يركز في التشكيل والتغيير والتدوير وقراءة المنافس شاف منافس شاف قدرات وجمية شاف ثلاثة ثلاثة في الملعب شاف قدرات دفاعية شاف تخارات دفاعية شاف جناب شاف شاف كل حاجة شفنا كل الفريق ده شفناه عملي وشفناه وشفناه في المدير الأولين فهو ده وعلى إنه مستكورة واللعيبة إنها تتعب وتختار وتعرف إنها تتعب لحب الأول دية لاخذ دية وده مهم جدا جدا الطريقة كلها طبعا في المستكورة بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وده الأخرى بجام الله تعالى المهام مهمة جدا يا كابتن إسلام إن شاء الله وجود جمهور بإذن الله يتتفع كبير جدا وده مهم جدا لللعيبة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى كلنا يعني كلنا عندنا ثقة في اللعيبة هتقدم مبارك بيلة ومستكورة بإذن الله تعالى وإن شاء الله يكون الفوز من نصيبنا والأداء بإذن الله تعالى إن شاء الله طيب كابتن دايما برضو في كلمة بتتقال وعايزة حللها مع حضرتك بمعنى انه اقولك ايه فريق مازنبي اه هناك اللي بيلعب على ملعب نجيل صناعي وكذا وكذا ولكن هو لما هيجي القاهرة هيبقى افضل من هو هناك لانه في القاهرة الجو افضل النجيلة افضل الاستاد القاهرة طبعا مختلف تماما عن الاستاد اللي كنا بنلعب فيه وبالتالي عايزين نحلل لجمهور النادي الاهلي هذه النقطة يعني ايه مازنبي حيجي يبقى افضل من المباراة الاولى مالطول عمر تخلي بالك يا كابتن اسلام احنا في افرقيا من السبعينات في افرقيا ان الفئلة اللي بتجي في مصر بتنام كويس وتاكل سواء كويس وتلقى ملعب كويس وتلقى يا جواة كويس احنا بنعاني في المتش التانية واشوف كل البطولات اللي خدناها بفضل الله تعالى اه كذا يعني كل المتشات بيجي هو في نفس الوقت يعني حتى لو قلنا يا كابتن اسلام فنية الاول قسنا القدرات وقلنا ده قبل نهائي طبيعي جدا اللي فرقة كبيرة وفرقة تعملوا القدرات وفرقة تعملوا القدرات فنماتش مش هابه سهل انا وصلت خلاص بفضل الله تعالى قبل النقطة الاخيرة فطبيعي جدا طبيعي جدا ان هما هيبقوا كويسين طبيعي جدا هيبقى عندهم حاجات كتيرة جدا انت عاودين وعاودين ده طبيعي جدا ذاك وعندنا في مصر بتساعد مش كلام ايه دي برضو نقاط احنا تعودنا عليها كابتن اسلام ساعة تم كنت بتلعب وانا بلعب واحنا متعاونين ان كل افرخة لما بتيجي في مصر مش الاهل يا بس الاهل والمدخم بلعبوا مباراة احلى من مئة مرة من اللي بلعبوا هناك طبعا انت بتوفر كل حاجة كابتن اسلام كنا بروح نجمة ملايش الفنادي ملايش 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 فنادي الصورة هنا في مصر حلوة لكن مع احترام الشديد مش على النادي الاهل والخبرات الكبيرة ولاعبين اللي هم مؤثرين للمسؤولية ايوا وعارفين يعني ايه التركيز والتزام طيب كابتن ربيع برضو هل هناك وده سؤال مباشر هل هناك فارق في المستوى الفني ما بين النادي الاهلي ونادي مازمبي لصالح النادي الاهلي طبعا فيه الفضل الله تعالى احنا ورد عندنا مزاكس كويسة جدا عندنا الماتش على قطينا احنا حابين نتطمن الجمهور برضو يا كابتن لانه الفارق الفني انا بشوفه واضح الحقيقة ولكن مثل هذه المبارات بيبقى ليها حسابات اخر احنا اكيد الفارق الفني اكيد فيه فارق الفني بالفضل احنا الاحسن احسن افطر احنا وخبرات الكلام ده بلورة والقلم والكلام ده اكيد عنده كلر وعنده اللعيف طبعا اللي بالك بالاسلام طبعا هم عارفين وحافظين عندك ميزاكس اكيد كلر مع محاضراته بيحافظ اللعيفة طريقة شغلنا هناجم ازاي هندفع ازاي نتحول ازاي ايه الشغل اللي هي الفكر متاعنا من اولا اكيد اللعيبة شافت اللعيبة اكيد اتفرجت عن مدشرة والانية طبعا طبعا فالكابتن اسلام فاكيد ان هناك في رؤات بفضل الله فرؤات اكيد ان شاء الله ان احنا احنا النادي الاهلي النادي الاهلي دي معناها حط بقى ايه حط الخبرات هم حط بقى القدرات عندها قدرات فجومية احنا بنتكلم بشورش نادي الاهلي اه اسمها لا النادي الاهلي عشان فيه قدرات يامتوك او فيه خبرات في لعيبة على المستوى وفيه الجهاز فني وفيه جمهور دي كلها ايجابيات طبعا اللي هي تعالى هتساعدنا احنا بالنسبة للمواجهات الافرخية في مصر بفضل الله علينا ان احنا الحمد لله بنعرف ان شاء الله في الوقت مناسب بنخلصها وإيه اللي مطلوب فدي ميزة ان اللعيبة يا كابتن اسلام عارفة الدور الفني وده مهم جدا الدور الفني لدنين مهمين في هذا اليوم التوفيق بإذن الله تعالى من ربنا وده ان شاء الله بإذن الله نتمنى زائد المدير الفني وقراءته للفري المنافس وتشكيله وتوظيفه واللعيبة يعني اللعيبة تركز في الشغل والمهام والوظائف الفنية اللي مطلوبة يعني هكذا تساهتم بشغل لانا في سير مباراة عندي ثوابت عندي تصويب عندي شغل في سير مباراة عندي تمرير عندي تحرك عندي مساحات عندي حاجات كديرة جدا عندي طريقة نعم لازم ننفس الطريقة ونتعب فيها من أول ثانية لحاجة داخل ثانية عشان ربنا اكرمنا إن شاء الله والناس الجمهور تشجع ومتقلقش عندكم رجالة عندكم رجالة عندكم رجالة الكبار عارفين يعني قيمة تتفرنا للنفسنا للروح والفنيات إن شاء الله وفتوفيرهم بنا هيكرموا منهم متشبير ونكسب إن شاء الله كابتالربيع حتى الآن لم يتم الإعلان عن رجوع أي من المصابين شايف الفكرة دي ازاي أو الموضوع دا ازاي وإحنا عندنا المصابين كان حسين الشحاد لسه بب حتى الآن لم يتم الإعلان يعني إحنا بننتظر دائما الإعلان من النادي الأهلي من المصاب ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن عودة أي مصاب يعني وإحنا عندنا برسي تاو رجع والليه لعب الماتش اللي فات من يجبtit برسي تاو لا أنا أتكلم على المجموعة للعبت أنا أتكلم بقى على المجموعة اللي برة اللي هو مثلا حتى الآن مروان عطية لم يتم الإعلان حسين الشحات لم يتم الإعلان أليو ديونج لم يتم الإعلان يعني محمد الشناوي لم يتم الإعلان عن أي شيء في هذا الأمر إمام عشور لم يتم الإعلان ده قصدي من الناس اللي ما لعبتش حتى هذه اللحظة دائما ما ننتظر بما أننا اعلان النادي الاهلي عن المصابين هل ده حيفرق في المباراة اللي جاية؟ هو عندنا طبعا ما فيش كلام ان لو عندنا المصابين موجودين طبعا وخيره باركبش كلام لان وجودهم مهم جدا لكن خلي بالك برضو عندنا ميزة من فضل يعني احنا عندنا البديل الجدير من ما يبقى موجود ويبتدي بيزة عندنا دي ميزة في تيم النادي لها طب ما تيم النادي لها لان ما عليها بكمتش النهار ده من غير الاصابات طبعا ما فيش شك ان الاصابات كتيرة والاصابات انها طبعا اكيد هتفر في حاجات كتير وفي مواقف ودقاء المباراة بالنسبة لسير المباراة الفني لكن الرجال اللي موجودين يسدوا عندنا الاتماء اللي موجودة بفضلة كبيرة وكديرة وموجودة وسخطنا فيها كبيرة لان انت عندك ما عندكش بطلعبش بالسبعة ولا تمانية ولا بعش انت بتلعب بتلاتين لعيب هذا الموضوع موجودين على اكمل ما يكون على الفراض شايفين الحمد لله احنا لحد الوقت بالورقة والقلم بفضل الله تعالى الموسم ده الاهلي عاملتها كويسة ليه منشط مؤجلة حاجات بسيطة جدا نازل نازل تتكلم على 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 مسلا اذاء اه مش منفوط او او حالة حالة من سنين في بطولات كتيرة وقدرات واسعاد ناس لا طبيعي جدا شوفنا برشورينا حالته عامل ازاي بعد سند وكلها شوفنا الريال بيخسب وحالته عامل ازاي دمانتاشر كرر لكرر واحد وبيكسب مبالاة ايوه صح فيدي الفرق فيدي الفرق فيدي الفنات بتقول ايه اصلي لحالته ما طبيعي متعاوضين يعني الاحطانة اللي مبهولة دي اه فيدينا على طول ازاي مفيش يعني على طول صعب صعب يا كما الحمد لله احنا كل البطولات من فضل الله علينا بناخدها كل ناس مش يا كويس عمرنا ما بعيدنا عن جدول الدولي بامر الله اول على طول عمرنا ما بعيدنا عن افرخية عمرنا عمرنا بالارقام النادي الاهل اللي بصف على فرخية بحطة مرقام حاجات كثيرة يا كابتن الساب فالحمد لله ان شاء الله لا تخافش البديل موجود وجاهز وعلى قد المشهورية فنيا جدير فنيا كبير ان شاء الله كل خير بقى من الله تعالى ونعم مصر كبير ان شاء الله كابتن مصر انا بشكرك جدا ودايما بتفاق اللي محرك بتبقى معايا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ربيع ياسين على كل هذه المعلومات وكل هذه الامور الفنية يوم الجمعة اشتركوا في القناة